النهاردة كان يوم حلو ومش حلو يعني يوم حلو ومش حلو حلو عشان محمد صلاح النهاردة هو هداف البريميال ليج هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لتالت مرة في خمس مواسم مع ليفربول محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم هدافه مصري أقوى دوري في العالم هدافه ابن بلدي أقوى دوري في العالم هدافه واحد بيشرب من لها محمد صلاح النهاردة هداف الدوري الإنجليزي ومش بس كده ده أفضل صانع أهداف الدوري الإنجليزي هو فيه بعد كده فخر هو فيه بعد كده شرف هو فيه بعد كده عظمة اللي بيعمله محمد صلاح فوق 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 خيالنا بكتير قوي احنا ما كناش نحلم بدا حتى الحلم كان صعب ان احنا نحلم ان يبقى عندنا لاعب بيعمل كل هذه الإنجازات وهذه الألقاب الكبيرة فأقوى دوري في العالم محمد صلاح اللي كل يوم جايزة اللي كل يوم بطولة اللي كل يوم إعجاز اللي كل يوم إنجاز هو ده محمد صلاح ربنا كربنا بيه وكربنا وحظنا حلو ان احنا عايشين عصر محمد صلاح أولادنا وأحفادنا هيقولون يا بختكم شفتم محمد صلاح وهو بيلعب احنا يا دوبك بنشوف محمد صلاح ده فيديوهات على اليوتيوب لكن انتو بتشوفوه مباشر بتشوفوه لايف بتشوفوه وبيلعب بتشوفوه في أرض الملعب بتشوفوه لحظة بلحظة وهو بياخد إنجاز وبطولة وجايزة فيا بختنا بمحمد صلاح يا بختنا نهارده بالمناسبة نهارده هو حصد جائزة الهداف في الدولة الإنجليزية تلت مرات مين اللي عمل الإنجاز ده زيه ألان شيرر أسطورة إنجلترا مواجه من نيوكاسل الأسبق وهاريكين لاعب توتنهام الحاج اللي يفوقوا في هذا الإنجاز بس هو الفرنسي الشهيري الكبير الرائع تري هنري لاعب أرسن السابق لما خد هداف الدولة الإنجليزية أربع مرات محمد صلاح تلت مرات هداف بريمير الليج صحيح النهارده سون شاركه في اللقب بس هو اسمه اللقب بتاعنا برضو اللقب بتاعنا برضو سبحان الله الهدف اللي سجله النهارده لما نزل كبديل قدامه البرهامتون هو اللي خلاه ياخد هذا اللقب عشان موسم كله بالنسبة للدوري ما يبقاش تدمر من محمد صلاح النهارده ليفربول كسب وليفرهامتون 3-1 كانت المباراة معقدة جدا كانوا الفريقين متعدلين 1-1 لحد الدقيقة تقريبا 82 سجل صلاح الهدف التاني وبعد كده جيه الهدف التالت وفاز ليفربول ده في الوقت اللي حصل فيه ايه؟ في الوقت اللي حصل فيه دراما النحية التانية أستون بيلا مع ستيفن جيرارد كان هيعمله اللي كلنا طلبينه اللي العالم كله بيقوله لسكريبت اللي كان متوقع أو بلاش متوقع لسكريبت اللي كان في خيالنا أستون بيلا كسبان 2-0 وفي 5 دقايق من دقيقة 70 تقريبا 5 دقايق 5 دقايق كل حاجة خلصت منشستر سيتي بيرجع بتلت أهداف عشان يفوز على أستون بيلا 3-2 ويفوز هو بالبريميال ليج دراما النهاردة يوم في دراما النهاردة شفنا حلاوة الكورة النهاردة بس لأ كل يوم في الدول الإنجليزي بنشوف حلاوة الكورة حاجة كده استثنائية في كل تفصيلة في المنظر الحلو ده في الملعب الحلو ده في التحكيم الحلو ده في التصوير الجميل في الشكل الجميل في المهارات الكبيرة في المدربين الكبار في كل تفصيلة حاجة مثالية الدور الإنجليز ده مثالي لا يقارن بأي دوري في العالم مع كامل الاحترام ولا أسباني ولا إنجليزي ولا فرنسي ولا أقطالي ولا عفوا نقول إنجليز تاني ولا أقطالي ولا أي دوري ولا أي دوري الإنجليزي في حتة الوحده في حتة الوحده خالص دور الإنجليزي دراما بصراحة هقولك بحياة تام يعني بحيات تام بيب جوارديولا ومانشستر سيتي لو كانوا خرجوا من الموسم ده بلا بطولات كان هيبقى حرام يعني فرقة حلوة تلعب كرة حلوة عندها نجوم كتيرة عندهم مدرب كبير يخرج بدون اي بطولة في موسم يبقى مش عادل بصراحة اه احنا عايزين ليفربول يكسب بصراحة ونهارة كنا قلنا متشجع ليفربول وعايزين منشستر سيتي يكسب بس لما لوحب بيهدى كده وياخد نفسه يعني العدالة بتقول ان مش عادل سيتي يستحق بطولة خسر دوري ابطال اوروبا خسر كاسل الاتحاد الانجليزي خسر كاسل الربطة خسر كل حاجة فما بقاش قدامه غير الدوري لكن ليفربول كسبان كاسل الاتحاد كسبان الربطة وان شاء الله يكسب دوري ابطال اوروبا قدام ريال مدريد عشان خاطر محمد صلاح عشان خاطر محمد صلاح انا اعتقد ان ليفربول ما عاش شعبية في الوطن العربي في مصر زي اللي عايشها دلوقتي طبيعي اه في جمهور طبعا ليفربول من زمان في مصر وفي الوطن العربي بس كل الناس متعاطفة مع ليفربول عشان محمد صلاح لمسة محمد صلاح حاسين ان محمد صلاح متأثر حتى هذه اللحظة صلاح عنده مشكلة معنوية ونفسية عشان كده احنا كلنا في ظهره وان شاء الله المشكلة دي تخلص في فاينال دوري ابطال اوروبا بإذن الله ويكسب ريال مدريد ويقدر يكسب ريال مدريد وان شاء الله يكسب ريال مدريد يعمل إنجاز ويعمل حاجة تاريخية لعن مصري يفوز باتنين دوري ابطال اوروبا ايه الخيال ده يا جماعة يا جماعة احنا دوري ابطال اوروبا انا دايما بكرر بجملة دي بس هدين بكرره عشان لو هتسمعوا الأمر لقطة عظيمة جدا زوجة محمد صلاح وبنته لقطة عظيمة كالعادة ماسك جايزتين جايزة هداف وجايزة أفضل صنع أهداف فيه كده فيه كده كل حاجة شكلها حلو ربنا يا ربي احفظك انت واسرتك وربنا يحميك بأمانة والله عارف ربنا يحميك عشان فرحة كل مصري بيك انا زي ما قلت في المقدمة الجوائز دي بتاعتنا كلنا عارف انت كده لأمامنك والاخوك بيروح ياخد جايزة بتحسها بتاعتك عشان انت من أهله ومحمد صلاح ده احنا من أهله احنا أهله احنا شعبه نقف معاه ونسنده نزعل ونتداق في حاجات نتداق ونزعل زي ما بالزبط اديت المساء دلوقتي ابننا اخونا اي قريب لنا هنزعل منه بس هيفضل بالنسبة لنا غالي وعزيز عشان رفع رأسنا للسماء ومفرحنا ورفع اسم بلدنا فوق الناس وهي بتهتف باسم الملك المصري المصري اسم مصر على كل لسان في كل حتة في كوكب الكرة الأرضية في كل حتة في كل حتة حاجة تفرح حاجة تشرح حاجة تسعد ربنا يحميك ان شاء الله يا رب ربنا يحميك وتكسير بطول بطول دولة أبطال أوروبا سيناريو درامي النهاردة في الدولة الإنجليزية بس دي حلوة الكرة بس دي حلوة الكرة طيب